وعلى حبيبنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين صنائع المعروف تقي مصارع السوء الناس يتحدثون عن هذا ويأتون بهذا الحديث ولكن في هذا الزلزال نماذج عملية تفسر هذا الحديث عمليا فرأى الناس من العجائب التي حدثت في الزلزال وتقريبا أن مجموعة من الناس نجوا بسبب أعمال الخير التي يقومون بها ونحن تكلم لكم عن هذا ويجدع أنا قاعد تكلموا عنها الناس أنا غيبوا يتبعش هالمسير ستروج في هذا الزمان الذي يشع في الإلحاد لا إلهي الله امرأة في إحدى الدواوير المنكوبة ذهبت للعمرة فلما عادت نذرت لله تعالى أن تجمع كل أبناء القرية ودي لهم صدق الله أكبر هذه المرة واسمه الفاتحة فاطمة فاطمة الله يطول عمره ما الذي فعلته كانت تؤجل في كل يوم هذه الصدقة لاعتبارات وأسباب غادي اندير غادي اندير لكن الله تعالى سبحانه لنيتها الطيبة قررت أن تكون الصدقة في ذلك يوم الجمعة ثمانية تسعة عام ٢٠٢٢٠ داروا هذه الخزانة وجاءوا الرجال ونسالهيه والأطفال كل شي جاء كان واحد أخوه جاب غيريه قال لم يجيبونيه عشانه استعجبوا حتى واشوز مشا عنده جابو أخو ففي تلك الليلة حضشت عن لين ضرب الزلزال القرية فسقطت عن بكرة أبيها ولم يمس أحد من أولئك الله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سمعت لا تتكلم سكينة تقول الحمد لله الحمد لله يتكلم معها الصحافي وتقول الحمد لله الله أكبر أي سر بين هذه المرأة وبين ربها شفا سيدي الإيمان ما تعرفش قاعد مرة كم من إنسان مجهول في الأرض معلوم في السماء هذه مقر يا موالوه وكم من إنسان يشار إليه بالبنان معروف معلوم في الأرض مجهول في السماء ففعلا الصدقة تنجيك من ميتة السوء وترفع البلاء شوف 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 الصدقة صدقة وجناز اللبلا فيعتلي جان في السماء لبلارها نازل وتعرض له بالصدقة لا إله إلد الله فأصرف عنك البلاء لا يمكن أبدا للمتصدق إلا أن ينجيه الله تعالى من ميتة السوء ينجيه عياذا بالله من أمور قد تفقده الكثير الكثير في صحة تفتنا كان الحاج بوشط الله يقدس الروح دياله في الجنة صاحبي يا أخوي هذا ديال تزدي من النكر هذا سبحانك ربي سبحانك كان كريما جوادا من لي مات بكاتت عليه تازة كاملة تعرف من لي كان إن شاء الله تب مراجعة من وحد كان قدام التركتور وما عنده شيء الضوء وجايين في الليل وجاي دوبل جاي 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 يجري اللوت السيارة جاي منه حتى وجد نفسه فاش فين وجد أنه يخرج على التركتور ويضرب هذا كسيد ذربه لأخر وهذاك اللي در مع ذلك الكسيدة مني نزل صاب الحاج بوشط الله الله الحاج بوشط الحاج بوشط مغسره لواله ولكن هذاك اللي كان يصوقه ولي شويات قال له الحاج هذا أنت الحمد لله على سلامتك قال له اسمح لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللولى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والثالثة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ففاضت روحه وهو سليم لم يمس أبدا وذاك اللي الكسيدات تمس وتهرس رعا دحي لم يمس ذهب إلى ربه هكذا وكان مصاش كون يغسله كمبتسم أمنور في وجهه من اللي مات بكت عنه تازة كلها لن أنسى هذا الرجل هذا الرجل الكريم طيب الله يقدس نروح ديله في الجنة الخير 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 واش طعب الخير ولا الخير الراسي دي ربي اسمحانه والزواجة دي رفع به قال يكلم لا هذه اللولى هذا غير كلام نقوله لذلك الملحيدين هذو شو أنت له شو سبحان الله الثاني تعرفوا انتو ما عرس عرس ذيك الليلة هذي كليلة العرس ذيك اللي أخرى واحد واحد دوار أخر في عرس فاجتمعت النسافين واحد الخيمة والرجال في خيمة جاوزوش انت عن ناس واحد من رباط واحد من ضر بيضا واحد السيد كان قلهم جيبوا لي الماكلة هنا يا ما هم ستة اللي ماتوا شو كون هما واحد ثلاثة والارباط خرجوا بشريحوا قال لي خرج من الخيمة اقول لي يقلس بلاستو ماتوا ستة فنجل جميع واسمه هو العرس واسمه هو صداقة وليمة وانكحوا وانكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسمه وعليم ثلاثة حق على الله عونهم من من ناكح يريد العفاف والناس توكل وفرحانة شوف ما كيلا اختلاط لا منكر لا والو طلبة يقرأوا القرآن هنا وانسال هي هاك الله اكبر انت بقل الشرع انت عربي وفرحانين بالطع انت عصيدة ربي والزواج دين قال له هذا شطر الدين اتق الله في الشطر اخر فناجى الجميع الا من خرج من الخيمة ولقوا هؤلاء ربهم شهداء عم العروس واخو العروس ماتوا عم واخوه لا اله ادى الله والاخبار وكثيرة انا غير بغيت نقول لكم يعني بعض المسائل والسلام وإلا فإن ما حدث هنالك من آيات وكرامات الانسان سبحانك يا جديد سبحانك لا اله ركو تعرف اذاك السيد اللي هو ياك هو زيد وولده زيد ومرطه زيد وعروسته زيد والحفيد دياله من يجل الزلزال مش يجري باش يحل الباب ما بغيش تحل الباب ها ومست هو وزوجته وهذاك عروسته وولده هما خمسة مغلوق عليهم الباب صافي فتتزلزل الأرض ويطح عليهم ذاك الشيدي على الدار ذاك ذاك الشيدي تشعش ويطح لهم على الدار وما باشي حتى إذا انتهى الزلزال فتحت الباب وخرجوا سالمين هما بخمسة القرآن قراءة القرآن استمعت ذاك السيد اللي قال وانا كنت طاح وقال لي كذا وقرأ القرآن وقل ولده اجي 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 قال لبما ما عندك ندير لك ما عندش من نفوت حتى دار وطهت الله وقر وهو يقرأ القرآن وآية الكرسي ويذكر الله تعالى فيخرج سليما من تحت الأنقاض طعا لك يخرج سليما الله أكبر الإمام لركوشت الإمام يعني شوف صور صور ولذلك والله القسم هذا الزلزال فيه آيات ربانية فيه آيات ربانية فيه كرامات اللي مشوا شهداء رم شهداء ولكن شي وحدين الله تبارك وتعالى يفرزهم ويبينهم ويميزهم كيف أن الله نجاهم ومن يتصب علش نجاهم كتصبوا إما كان من التالين لكتاب الله وفي سيد عندهم مئة وعشرين عاما عباد الله ونجا 120 عام الله هو يقرأ القرآن حامل لكتاب الله قاله ذكي الليلة كنت لا أقرأ قاله هذا بيته هذا اللي طحت علي قاله ختمت فيها القرآن وش حال فلا يمكن أن يرضى ما في بيت كان يختم فيه القرآن ذكي الليلة كان يقرأ القرآن القرآن ذكر الله الصلاح الصدقة طعام طعام صدربي هذه بإذن الله تعالى إن كانت صادقة فإن لها أثرا حتى في الدنيا وذلك هذي كذلك يديرون المعصي أشي يقولون صدربي لهم عذاب وناليم في الدنيا وفي الأخيرة لهم عذاب وناليم أنت حمضيقة ويقول هكذا العذاب النفسي العذاب البدني العذاب المادي العذاب المعنوي أما اللي يكون يتعصد ربي من عامل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلا نحين حياة طيبة في الدنيا ولا نزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعني الحياة الطيبة كان في الدنيا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ظلك ونحشره يوم القيام ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق لا ضلال ولا شق شاهد وصلى الله وسلم على حبيبنا نعم